علامات الألم والأسى تبدو على وجوه سكان منطقة واحد آذار في محافظة التأميم بعد بلاغ من السلطات بإخلاء المنازل إذ رافق العملية انتهاكات ضد السكان قيم مقام يجيب الحشد والإسوات والشرطة ما أديت شم قوة يعني جايب والهمرات الجيش يعني ساعة الثنتين الظهر رمضان ناس صايمة يعني أنا جاي من الشغل أريد ارتاح لساعة الزمان ساعة الثنتين الظهر يجي بدون انذار يحط الشفل ويسحب الحايط ويفلش الجام يكسر وأني عندي طفل رضيع جنا يمجاوب الكاروك ووقع الدرجة ووقع يعني بأي حق يعني هذا مرهب سيناريو ترهيب السكان بداع البناء التجاوز يتكرر كل عام أهالي المنطقة مطالبون بترك منازلهم والنزوح إلى منطقة أخرى الناشط كل شريف بهذه الدولة إذا أقو بيها شريف كل رمضان هم جايين علينا يفرشون بيوتنا إحنا وين نروح وين ننطواجهنا نقدم على قطاع أراضي ما تنطون أو قدم على بيوت ما تنطون بيوت سمانة تطلع ببيوت كوباني تراجعونها والله ليش بطاقة التهوينية مو كاركوك إحنا بطاقة سكن كاركوك ولادة كاركوك شاعلين نحمل جنسية عراقية أنا بيت ما ألقوا وينكو بيوت حتى اليسا عموا يسمعون أهل البيت هل عنده بيت للإيجار إذا هو 200 يسوي ب500 تمام أنا أمطي 500 للإيجار لو أقوم ربي الجهال الأيتام لو هذا المريض بالشهر الهدف من محاولات الهدم في شارع فرعي هو الاستثمار بطرق وصفها سكان الحي بالاحتيالية وبتواطئ حكومي هم يدونها استثمار يدون يفلشون بيوته ويسوونها استثمار ويسووا هذا الشارع حجه يحتجون بالشارع حتى يفلشون وسبق أن أبلغت بلدية كاركوك أكثر من 300 عائلة من سكان منطقة واحد آذار بضرورة إخلاء منازلهم بداع البناء المخالف للقانون لكن العائلات ترفض تنفيذ طلب البلدية الذي يعني تشريدها دون تعويضها بمنازل بديلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر